حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي المثنى عن ابي ابي ابن امرأة عبادة ابن الصامت قال حجاج عن ابن امرأة عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون امراء يشغلهم اشياء ويؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا حان يحيى بن سعيد حدثني صفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن رجل من ال خالد بن عرفتة عن اخر قال كنت مع سالم بن عبيد في سفر فعطس رجل فقال السلام عليكم فقال عليك وعلى امك ثم سار فقال لعلك وجدت في نفسك قال ما اردت ان تذكر امي قال لم استطع الا ان اقولها كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعطس رجل فقال السلام عليك فقال عليك وعلى امك ثم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال او الحمد لله رب العالمين وليقال هو يرحمكم الله او يرحمك الله شك يحيى وليقل يغفر الله لي ولكم